طيب بعد تأجيل الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى الرياض ما هي أهم ما سوف تحمله العراق إلى الرياض وما هي فحوة الرسائل المفترض أن تنطلق من الرياض في هذا اللقاء دكتور أحمد البيئة كانت واضحة جدا الوفد التنسيقي عالي المستوى من خلال المجلس الذي شكي الوزارة المملكة العربية السعودية وكان مجلسا عراقيا متعدد القطاعات بالحقيقة وما يناظره من المملكة العربية السعودية كان يتوافر على رؤية حكومية عراقية قوامها تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض التكريص لدائرة مصالح مشتركة جديدة تمتد لمضلة مؤشرات حيوية وستراتيجية تبدأ بقطاع الشباب والرياضة تمر بقطاع الصحة والتعليم ثم على المستوى السياسي والدبلوماسي وليس انتهاءا بالجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري وبشراكة القطاع الخاص من خلال الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية معنى ذلك أننا نتحاور وننسق ونبني الجهود الوطنية العراقية القطاعية بالتنسيق مع من يناظرنا في هذه الجهود من داخل المملكة العربية السعودية بهدف دبلوماسية التعاون والشراكة والصداقة وتمتين هذه العلاقات بالتالي عراق قوي مقتدر لا يزال يتوافر على عناصر قوة كبيرة في مقدمتها الانتصار على عصابات داعش التكفيرية استعادة الأمن والسلم الأهلي في العراق ولا يزال يتشارك الرؤى والمقتربات في الحوار مع كل جيرانه ومنهم المملكة العربية السعودية بهدف تجاوز المحنة الاقتصادية التي حصفت بمجمل دول العالم بالتالي العراق دولة تتمتع بمصادر حيوية كبيرة موارد بشرية متعددة الجوانب والخبرات إضافة إلى الموقع الجيوسياسي الحيوي المهم في هذه النقطة في قلب الهيكل من القوة في هذه المنطقة